جمهور الأهلي في كل مكان أهلا بيكو في حلقة جديدة من برنامجكم الأهلي خطة أحمر أهلا بيك يا وسامة أهلا بيك يا فارس يا مسائل فل على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان وحلقة جديدة والسبت فوق الممتاز إحنا رجعنا خلاص دور الإنجليزي السبت الممتاز مع الأهلي خطة أحمر إن شاء الله يكون السبت فوق الممتاز أكيد ليالي الأهلي خطة أحمر بيكون فيها كلام كتير وردود كتير بتكونوا مستنينها مننا كعادتكم ولكن حابب أبدأ الحلقة دي برسالة شكر للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الأمانة كابتن محمود الخطيب إدانا مثال وفكرة واضحة خلال الإسبوع اللي فات ده كله إن الكلام اللي بيتقال هنا في قناة النادي الأهلي واللي سمعتوه يوم السبت اللي فات ليس شعار وليس مجرد كلام بل أفعال بتنفذ إن النادي الأهلي لا يتجاوز لا يتطاول ولا يسيء دي فكرة بتتساب لأجيال لما نيجي نقدم نموذج لأولادنا هنقدم لهم نموذج كابتن محمود الخطيب هذا الرجل المسؤول هذا الرجل الوطني هذا الرجل الذي يتعامل على قدر مسئولية ورسالة النادي الأهلي وعايز أقول إن كابتن محمود الخطيب بيحافظ على الصورة الزهنية للنادي الأهلي باللي بيحصل لأن النادي الأهلي له صورة زهنية في عشاقه ولد عشاقه وهو أن النادي الأهلي تأتي دائما في الأخلاق أولا فأنا بشكر الكابتن محمود الخطيب بقوله جمهور النادي الأهلي كله زي ما قلت مساند للنادي الأهلي وكمان يعرف أن حقوق النادي الأهلي تأتي بالقانون والتاريخ حيتذكر كابتن محمود الخطيب مش بس كالشخص اللي شارك بأكبر كم من بطولات النادي الأهلي وهو لاعب واشترك في العمل التنفيذي على اختلاف المناصب ولكن حيذكره كمان أن رئيس النادي الأهلي اللي لمكان كبير قوي في قلوب عشاقه باختصار نقدر نقول إن كابتن محمود الخطيب صار على دستور النادي الأهلي النادي الأهلي من أول يوم وهو دائما وأبدا المبادئ أولا الأخلاق أولا من 1912 والنادي الأهلي بياخد قرار تربوي بإيقاف أحد الأعضاء بس صوته عالي في حديقة النادي فتخيله في 1912 أول بطولة النادي الأهلي كانت في عشرينيات القرن الماضي وبالتالي كان مبادئ النادي الأهلي قبل بطولاته فبالتالي مبادئ النادي الأهلي هي اللي صنعت بطولاته تاريخ من المبادئ وتاريخ من الشخصيات الأسطورية في النادي الأهلي اللي تولت مناصب قيادية في النادي الأهلي وضعت الصورة الزهنية ووضعت الدستور اللي النهاردة الكابتن محمود الخطيب بيكمل الصورة الزهنية بأنه بيسير على نهج من سبقوه من أساطير خدمه النادي الأهلي وبالتأكيد مجالس إدارات النادي أهلي متعبا عندها دستور واضح يمكن حتى الكابتن محمود الخطيب قال أننا لم نعتاد أننا نتحدث في الإعلام كرئيس النادي الأهلي على مدار المدة غير أربع أو خمس مرات فأنا بنشكر طبعا مجلس إدارة النادي الأهلي بالكامل وعلى رأسهم الكابتن محمود الخطيب والفترة دي كنا طرحنا سؤال قبل كده وأنا سألته من فترة طويلة من قبل بطولة 27 نوفمبر 2020 لما كنت بقول السؤال اللي توجه لي من بنتي هو يا بابا ليه الدنيا رايحة في السكة دي ومش رايحة في اللي احنا تربينا عليه تقلق الأمور ما بتؤخس من منتصف القصة الأمور لسه فيها كتير جدا فجلنا السؤال وأنا بشكر هنا بقى القضاء المصري العادل وهنا مش تعقيب على أحكام القضاء ولكن القضاء المصري بالحكم اللي صدر مؤخرا هو حكم عادل بيرد على أي سؤال ممكن نتسأله نروح بقى لاتحاد قرة القدم وخلص استجابة لمطالب النادي الأهلي أو قرارات منطقية من وجهة نظر اتحاد قرة القدم كان لابد أنها تؤخس بعين الاعتبار فالتحاد القرى بيرد على طلبات الأهلي رسميا ده فارس طبعا بعد موقف النادي الأهلي بعد التعرض لظلم تحكيمي في أكثر من مباراة احنا كنا تكلمنا الحلقة اللي فاتت وقلنا أن النادي الأهلي دفع دفعا أنه هو يأخذ موقف واضح تجاه التحكيم وتجاه ما يحدث في السحر الرياضية بعد ظلم متتالي للنادي الأهلي خرج النادي الأهلي بمجموعة من المطالب حنروح لها ولكن النهاردة احنا بنبدأ معاكم من حيث انتهت الأزمة أو من حيث انتهى الموقف أن اتحاد القرى بيرسل رسميا للنادي الأهلي عن مطالبه وتلقى النادي الأهلي خطاب اليوم من اتحاد القرى أكد فيه الاتحاد تعقد مؤخرا مع الخبير الأجنبي مارك كلاتنبرج وأسند إليه رسميا قيادة المنظومة التحكمية بالكامل ابتداء من 10-8 وده جزء أصيل في مطالب النادي الأهلي اللي كان بيتكلم فيه عن لجنة التحكيم يمكن فيه بعض الأمور الإجرائية تخص أن انت كلاتنبرج جاي في نص الموسم صعب يكون فيه تغيير اللجنة بالكامل وبيتقى أعضاءها الرجل داخل جديد عليها ده شيء إجرائي نسبيا ولكن بخصوص ما جاء في الخطاب الذي أرسله النادي الأهلي وأشار فيه لحكم الفار مباراة الأهلي وفارقه أكد اتحاد القرى في خطابه على أنه بالفعل تم إحالة الملف كاملا لجنة تنبرج بوصفه المسؤول الأول عن منظومة التحكيم وللتحقيق في الأوضاع القانونية والتقنية واتخاذ ما يلزم من قرارات تصويبية لكن حسب ما جاء في خطاب الاتحاد أنه طبقا للواح المنظمة لا يمكن الإعلان عن أي عقوبة يتم توقيعها على الحكام وذلك لصالح استقرار المصابقة ولكل أطراف المنظومة الكروية انتهى النادي الأهلي أن بناء على هذا الخطاب قرر النادي الأهلي المشاركة في بطولة كأس مصر طبعا كان الأمر واضح جدا وزي ما قلنا في حلقتنا السابقة من الأهلي خط أحمر وكان دايما شعرنا أن الأهلي لا يسعى لانتصار أو مجد شخصي النادي الأهلي بيسعى زي ما مفترض اتحاد القرى يسعى إلى العدالة وتكافؤ الفرص ده اللي احنا اتكلمنا فيه تحديدا الإسبوع الماضي النهاردة بنأكد نفس الكلام وبنشكر اتحاد القرى أنه بيسعى في نفس مساعي النادي الأهلي وده الطبيعي أن انت تبقى عايز تكافؤ فرص من كل الفرق عايز تحط عدالة تحكمية لكل الفرق ما تبقاش الأخطاء في اتجاه واحد لصالح فريق على حساب فريق فالنادي الأهلي كان مفيش أغراض شخصية مع أي طرف من اللي تم ذكرهم في القرارات الماضية ولكن كان هدفه العدالة التحكمية حاليا اتحاد القرى بيطبق العدالة التحكمية وعايزين نفكركم بقرارات النادي الأهلي الحكام التي فقدت نزاهتها ومصداقياتها والمطالبة بيإيقاف حكم الفار هو محمود عشور لحين التحقيق معه عامة بدرة منه وكان بالتالي عدم المشاركة في المسابقات التي نظمة النادي الأهلي النهاردة أعلن خلاص أنه هيشاركه بطولة كأس مصر والسوبر المصري والسوبر المصري بعد ما تم قالت أو تقديم الكابتن عصام عبد الفتاح استقالته آيا كان المسمى للقصة في النهاية رئيس لجنة الحكام أصبح الآن مش موجود وحل محله خبير أجنبي رد اتحاد كرة القدم النهاردة كان منطقي جدا بخصوص الحكام محمود عشور اللي تم الدفع به في مباراة بسبب رئيس لجنة الحكام السابق وقال إن إحنا حولنا الملف مع ملفات كل الحكام الأخطاء لكلاتنبرج ولكن إحنا عندنا برتكول وعندنا لوائح منظمة مش هنعلن عن عقوبات التحكيم النادي الأهلي قدر ده تماما وقدر تقدير اتحاد كرة القدم على عكس السابق فيه عدم الردود على بعض البيانات أو بعض الخطابات المرسلة وكان موقف يعني كلنا أدناه هنا في قناة النادي الأهلي النهاردة صفحة جديدة رد محترم واضح جدا أن اتحاد الكرة أصبح هدفه هو العدالة التحكمية لكن أيضا اتحاد كرة القدم أعلن على براما وقعه الرسمي أحالة الشكاوي كلها لكلاتنبرج تأكيدا لموقف اتحاد كرة القدم وما ذكروا النادي الأهلي النهاردة من خلال الخطاب المرسل من اتحاد كرة القدم للنادي الأهلي موقف طبعا يعني هنا قلنا بنحترم المواقف اللي بتتبنى العدالة دون أننا نذكر أي شيء خاص بالنادي الأهلي أو أن النادي الأهلي نادي على رأسه ريشة لا إحنا عايزين العدالة وتطبيق تكافؤ الفرص ومسواه في مسابقة نازيهة شريفة يفوز بها وقتها الذي يستحقها كان النص بتاع بيان اتحاد الكرة اللي بتكلم فيه عن حالة الشكاوي ده كان في 9 أغسطس يعني ده قبل التطورات اللي حصلت كان اتحاد الكرة بيؤكد فيه أنه حال الشكاوي دلوقتي طبعا بما أن النادي الأهلي حيشارك في كأس مصر نادي الأهلي أعلن قائمته لمباراة مهمة جدا بكرة طبعا النادي الأهلي بيسعى أنه يعز صدرته في ألقاب كأس مصر بصفته كعته في كل البطولات المصرية هو الأول أينما حل اسم بطولة هتجد أن النادي الأهلي تصنيفه رقم واحد ويأتي البعض في المرتبة التانية أي أن كان مين بيتنازع قائمة الفريق لمباراة الغد علي لطفي في حراسة المرمى مصطفى شبير وحمزة علاء في خط الدفاع رامي ربيعة متولي عبد المنع بنصير وكريم فؤاد ومحمد هاني ومحمد شرقية ومحمد أشرف في الوسط أليو ديانج محمد فخري أحمد عبد النبي ميدو نبيل محمد محمود زياد طارق لويس ميكي سوني وخط الوجوم صلاح محسن وحسام حسن وأحمد سيد غريب بالتوفيق طبعا للنادي الآلي في مباراة الغد أمام فريق المقصة وده طبعا لقطات من التمرين النادي الآلي النهاردة قبل المباراة بيوم وعايزين يعني نبدأ نقول بعض الأخبار الجيدة عن إصابات النادي الآلي مشاركة أحمد عبدالقادر وأحمد نبيل كوكا في تدريبات الفريق تحضرية لمباراة المقصة طبعا بعد تبع فيهم من الإصابة ولكن أيضا بدأ عمر السلية ومحمد شريف في التأهيل والجارية حول الملعب استعدادا لدخولهم أيضا للتدريبات الجامعية دي كلها أمور طبعا جيدة للنادي الآلي اللي فقد عدد من اللاعبين بسبب ضغط المراد في الإصابات نتمنى أنهم يرجعوا للإصابة ويكونوا جاهزين آن كان موقف النادي الآلي من مشاركة بعض اللاعبين أو راحاتهم زي عمر السلية مثلا هل اعتبار فترة الإصابة هي راحة هنشوف القصة هي لكن يهمنا في المقام الأول أن اللعيبة دي تكون جاهزة بشكل كبير جدا وطاهر أيضا محمد طاهر يعني نتمنى وجوده كان قدم فترة رائعة يعني رضع عنها بشكل كبير جدا جماعير النادي الآلي للروح القتالية اللي كانوا بيشوفها من طاهر محمد طاهر قبل إصابته ده طبعا التدريب النهاردة عارفين كان النادي الآلي خاد راحة 24 ساعة قبل تدريب اليوم نتمنى بإذن الله التوفيق نتمنى السوارش والقيادة الفنية من على الخطوط يعني تكون في أفضل ما يكون بحيث أننا نقدر نتخطى مواجهة المقصة وبطولة الكأس معروف يا جماعة أنها بطولة مفاجآت ما فيش حاجة اسمها فريق صغير وفريق كبير مختلفة تماما عن فكرة أنك بتلعب في دوري عام ونتمنى إن شاء الله الفوز للنادي الآلي طبعا الفترة الأخيرة كان موضوع السوبر ليج الأفريقي والتجربة اللي المفترض تتعامل في أفريقيا بعد يعني فشل وجودها في قارة أوروبا نتمنى إن شاء الله تكون البطولة دي فتحة خير للنادي الآلي والنادي الآلي يكون له اسم كبير طبعا فيها لأنها تكون بطولة يعني 11 مليون دولار للفائز تقريبا يعني خلينا نطلع نشوف إنفو جراف عن هذه البطولة ونطلع فاصل ونلقاكم بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر لما نيجي بقى نشوف بالمواقف أيضا تحكميا هل الموضوع نسبته صغيرة ولا كان في لقطات ولحظات حسمة من عمر المسابقة شفنا إن أعضاء مجلس اتحاد الكرة نفسهم تلعوا أقروا بيها لأن أصبح تجاوز عنها فكرة كوميدية جدا نسمع كابتن محمد بركات في الفيديو ده ونرجع نعقب يجب إن الواحد يتوقف شوية عن الموقف اللي حصل إنبارح في مباراة النادي الأهلي والبنك الأهلي لأن طبعا الموقف ده يعني يمكن سبب لغة كبيرة جدا وحالة من الجدل يمكن مستمرة من مباراة من بعد المباراة لحد الوقت بصراحة يعني أنا لو عايز أقول رأي في الموضوع ده أنا شايف وبكل أمانة إن نادي الأهلي أنا بقول اتظلم إنبارح إن ده النهاردة النادي المصري شايف إنه هو تضر في ماتش الأهلي ما هو ماتش الأهلي ما هو الأهلي نفسه تضر في مباراة المقاولين ما إذا كنا هنتكلم ما هو النادي الأهلي وهو بينافس على بطولة الدول ما تضر أكبر ضرر في ماتش المقاولين وبكلمك في ماتش المقاولين مش إذا كلمك في فرق فرقه هتاخد وتدي ومش عارف إيه وبرضو فيه ناس حتى اختلف يعني فيه خبير تحكمي نحترمه جدا كابتن ياسر عبر أوفا ما يطلع يقول لك الجن أفسق على الآية اللي واحد قال لك الجن أفسق مع إن معظم الناس قالت الجن الجن مصبوط الجن مش تسلل يعني كل الخبراء باستثناء كابتن ياسر عبر أوفا قال لك لا الجن الجن مصبوط ولكن بلاش يسيد دخلك في مهاترات فرقه تعالوا في ماتش المقاولين ما أمير عابد حاطة اللي استرزف قصبت رجل محمد هاني طرد في الديئة 30 حسام حسن التشيرت بيتقلع بيتقلع بعد أنت ضربة جزاء هديبة اللي ضربات الجزاء اللي تتكلم بي التشيرت بتاعه مقلوعة يعني أنت بتتكلم في طرد مباشر من الشوت الأول من الديئة 30 وبتتكلم في ضربة جزاء مليون في المية زي اللي تحسبت انبارح والضر وعد والنادي الآلي بينافس على البطول إحنا وصلنا في الموسم اللي أستاذ عمرو عديد بيقول فيه تحكيمة 10% أنه عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة كابتن محمد بركات خارج هو مش مستوعب كم من اللي بيحصل مع النادي الآلي وكنت تتمنى ده حاجة تخص كابتن محمد بركات أن هذه الرؤية تكون كايت مبكرا لأنك هيفرق حاجات كتيرة مش لصالح النادي الآلي بل لصالح المسابقة بالكام ولكن نرجع نقاط بتروح طرد ماتش المقاولين ماتش فارقه إحنا بنشوف حالات فرقت فيه إن الدرع يروح لفريق ست نقط كان النادي الآلي بينافس حتى هذه اللحظة لو تم احتسابه إحنا شفنا الموسم ده تسلل بيرسيتاو شفنا في الموسم ده الاحتواء شفنا في الموسم ده روح البروتوكول شفنا في الموسم ده مجموعة من المصطلحات والمشاهد أنا بقول إن هي تتحط في مجلدات للتحكيم المصري ونرجع نقول عشرة في المية عشرة في المية بس للتحكيم يعني أعتقد إحنا بنرد بالمواقف والموسم ده النادي الأهلي حيصلح وبنوعد إن اللي جاي مختلف تماما ولكن عمر ده ما يخلينا وإحنا أخطأ نتجاهل إن غيرنا أخطأ في حق النادي الأهلي وده دورنا هنا إن نقول آه هنصلح بس كمان فيه ناس أخطأوا في حق النادي الأهلي فبس الأمانة هم قالش عشرة في المية قال عشرة وخمستاشر في المية خلاص خمستاشر أنت حسن الناية يعني فخليها للأمانة يعني فده طبعا هيقول لك الكابتن براكات بس أنا عايز أقول له حاجة يعني يريد ترجع قانون اللعبة في مصر لأن أنا استغربت إنه أتوقف عند إن حسن حسن أتقلع التشيرت أو تقلع له التشيرت أتقلع التشيرت أه وما تحسبت شراك للجزاء لا ما أبص فيه مواسم كده لمسة اليد داخل الثمانتاشر على المدافع ما بتحسب شراك للجزاء الموسم ده لا تقلع التشيرت ده مع لجنة الكابتن صمع فتاح ما كانش فرق للجزاء بدليل مباراة سيراميك كيلوباترة واللي اتبعتت لخبير التحكيم الدولي في الفيفا اللي ما نعرفش اسمه ولا نعرف عنوانه ولا نعرف هو مين وقال إن دي يا جماعة مش راك للجزاء فريدت الكابتن محمد براكات يرجع قانون التحكيم المصري اللي كان في عهد الكابتن عصام عبد الفتاح بس الناس هتقول لك يعني مباركات أهلية ولاب كتير في النادي الأهلي ما لازم يطلع يدفع عن نادي الأهلي الأمر تكرر بشكل كان المفترض يتعامل بذكاء أكتر من كده والله هم ساعدونا ساعدونا والكابتن عصام عفتاح بحكامه تحديدا ساعدنا كتير جدا في إننا نسبة ما كانا ظنا أصبح يقينا ليه لأن عايز يكمل معاك للآخر يعني متزقة كده لا هنكمل معاك للآخر لوقت لما أجيب آخر الدوري ده طيب هده أقول لك أهلاوي طيب نروح بقى العضو مجلس إدارة آخر وده بقى زمالكاوي ابن زمالكاوي ابن زمالكاوي حتى ابن عم ابن عم والده زمالكاوي العالة كلها زمالكوية نسمع الكابتن حزم إمان الملف الأخير وملف التحكيم أنت تنبرو إيه؟ فلاتنبرغ لكن إنت ساعات بتبقى محتاج حد يجي نور لك حاجة معانة ويمشي هو مشوار 80 سنة على فكرة هو سنة هاي سنة يعمل حاجات نوعا ما نتمنى أنه تكون إضافة أنت بتسعى لأنك تعمل حاجة كويسة هذا لا ينقص ولا يقلل من قدر شيء يعني يعني المسمع الكابتن جاري يقول ده يقلل له ده وإحنا أحسن إحنا طبعا أحسن كنا أحسن إحنا ما عندناش حد بيروح كاسي عالم بقالنا فاترة ما عندناش حد بيوصل بيعمل مثلا بطوات أفريكا فاينل ممكن شجال كان بيوصل فاينل فما حد ما بيوصل مصريين لكن ما عندناش يعني أنا شايف عندنا كوادر كويسة في حكام كويسين أو في مصر إحنا ممكن بس إحنا هنا عشان تعصب بيخلي الناس تغلط يعني أن الناس متعصبة جدا أو متعصب لناديها فكل واحد يشوف التاني بيجامل ده لكن بطلع عبارة بيوكويسين بس إحنا لازم برض نبص يعني ما عندناش نبص إحنا أحسن ناس في الدنيا وإحنا ما عندناش حد بيوصل في أي حاجة في العالم بقالنا فترة يعني أو مثلا راح كاملي ماتشفكس عالم بس في دور 32 مع فوقتين ما حدش عارفهم يبقى ده كده هو منتهى أملي عايزين مدربين حكام زم يعني الأسامي اللي كان بيتقال ده ما إحنا كان عندنا كذا وعندنا كذا وعندنا كذا وعندك بتجمال الغندور كانت وصلا من اتنين نحكموا في كساء وكتجمال حكم ماتشات كبيرة فعايزين نعمل تاني ممكن ده يكون عنده مش حاجة يعني مش عيب أنك تجيب حد ممكن يقول لك حاجة كويسة يعمل لك حاجة كويسة وتستفيد بيها وابن انت عني بعد كده ولكن لما نيجي بقى نشوف بالمواقف أيضا تحكميا هل الموضوع نسبته صغيرة ولا كان في لقطات ولحظات حسمة من عمر المسابقة شفنا أن أعضاء مجلس اتحاد الكرة نفسهم طلعوا أقروا بيها لأن أصبح تجاوز عنها فكرة كوميدية جدا نسمع كابتن محمد بركات في الفيديو ده ونرجع نعقب يجب أن الواحد يتوقف شوية عن الموقف اللي حصل مبارح في مباراة نادي الأهلي والبنك الأهلي لأن طبعا الموقف ده يعني يمكن سبب لغة كبيرة جدا وحالة من الجدل يمكن مستمرة من من مبارح من بعد المباراة لحد الوقت بصراحة يعني أنا لو عايز أقول رأي في الموضوع ده أنا شايف وبكل أمانة أن نادي الأهلي أنا بقول اتظلم مبارح أن ده النهاردة النادي المصري شايف أنه هو تضر في ماتش الأهلي ما ماتش الأهلي ما الأهلي نفسه تضر في مباراة المقاولية ما زا كنا هنتكلم عن نادي الأهلي وهو بينافس على بطولة الدول ما تضر أكبر ضرر في ماتش المقاولية وما كلمك في ماتش المقاولين مش عايز أتكلمك في فرق فرقه هتاخد وتدي ومش عارف إيه وبرضو فيه ناس حتى اختلف يعني فيه خبير تحجيم يحترموا جدا كابتن ياسر عبر أوفا ما يطلع يقولك الجن أفسق على الآل واحد قالك الجن أفسق مع أن معظم الناس قالت الجن الجن مصبوط الجن مش تسلل يعني كل الخبراء باستثناء كابتن ياسر عبر أوفا قالك لا الجن الجن مصبوط ولكن بلاش يسيد دخلك في مهاطرات فرقه تعالوا في ماتش المقاولين ما أمير عابد حاطة اللي استرز في قصبت رجل محمد هاني طرد في الديئة 30 حسام حسن اتشرت بيتقلع بيتقلع بعد أنت ضربة جزاء هديبة اللي ضربات الجزاء اللي تتكلم بي اتشرت بتاعه مقلوعة يعني أنت بتتكلم في طرد مباشر من الشروط الأول من الديئة 30 وبتتكلم في ضربة جزاء مليون في المية زاء اللي تحسبت انبار والضر وعد والنادي الآلي بينافس على البطول احنا وصلنا في الموسم اللي أستاذ عمرو عديد بيقول فيه التحكمة 10% أنه عضو مجلس إدارة اتحاد الكورة كابتن محمد بركات خارج هو مش مستوعب كم من اللي بيحصل مع النادي الآلي وكنت تمنى ده حاجة تخص كابتن محمد بركات أن هذه الرؤية تكون كايت مبكرا لأنه كان حيفرق حاجات كتيرة مش لصالح النادي الآلي بل لصالح المسابقة بالكامل ولكن نرجع نقاط بتروح طرد ماتش المقاولين ماتش فارقه احنا بنشوف حالات فرقت في إن الدرع يروح لفريق ست نقط كان النادي الآلي بينافس حتى هذه اللحظة لو تم احتسابه احنا شفنا الموسم ده تسلل بيرسيت هاو شفنا في الموسم ده الاحتواء شفنا في الموسم ده روح البروتوكول شفنا في الموسم ده مجموعة من المصطلحات والمشاهد أنا بقول إن هي تتحط في مجلدات للتحكيم المصري ونرجع نقول 10% 10% بس للتحكيم يعني أعتقد احنا بنرد بالمواقف والموسم ده النادي الآهلي حيصلح وبنوعد إن اللي جاي مختلف تماما ولكن عمر ده ما يخلينا وإحنا أخطاء نتجاهل إن غيرنا أخطأ في حق النادي الآهلي وده دورنا هنا إن نقول آه هنصلح بس كمان في ناس أخطأوا في حق النادي الآهلي فبس الأمانة هم قالش 10% قال 10% 15% خلاص 15% انت حسن الناية دعا نفخليها للأمانة يعني فده طبعا هيقول لك الكابتن براكات بس أنا عايز أقول له حاجة يعني يريد ترجع قانون اللعبة في مصر لأن أنا استغربت إنه توقف عند إن حسام حسن اتقلع التشيرت أو تقلع له التشيرت اتقلع التشيرت وما تحسبتش راكل الجزاء لا ما بص في مواسم كده لمسة اليد داخل التمنتاشر على المدافعة ما بتحسبش راكل الجزاء الموسم ده لأ أتقلع التشيرت ده مع لجنة الكابتن عايز أم فتاح ما كانش في راكل الجزاء بدليل مباراة سيراميك كيلوباترا واللي اتبعتت لخبير التحكيم الدولي في الفيفا اللي ما نعرفش اسم ولا نعرف عنوانه ولا نعرف هو مين وقال إن دي يا جماعة مشراك للجزاء فريدت الكابتن محمد بركات يرجع قانون التحكيم المصري اللي كان في عهد الكابتن عصام عبد الفتاح بس الناس هتقول لك يعني مباراة أهلية وولاها بكتير في النادي الأهلي ما لازم يطلع يدفع عن نادي الأهلي ويتجاهله إنه هو في وقت من الوقات طلع هاجم من نادي الأهلي وقال إن القصة مش قصة التحكيم بس حصلت الاستفاقة في النهاية لما الأمر تكرر بشكل كان المفترض يتعامل بذكاء أكتر من كده والله هم ساعدونا ساعدونا والكابتن عصام عبد الفتاح بحكامه تحديدا ساعدنا كتير جدا في إننا نسبة ما كان ظنا أصبح يقينا ليه؟ لأن عايز يكمل معك للآخر يعني مزق كده لا هنكمل معك للآخر لوقات لما أجيب آخر الدورة طيب هيدا أقول لك أهلاوي طب نروح بقى العضو مجلس إدارة آخر وده بقى زمالكاوي ابن زمالكاوي ابن زمالكاوي حتى ابن عم ابن عم والده زمالكاوي العيلة كلها زمالكاوية نسمع الكابتن حزم إما الملف الأخير هو ملف التحكيم إنت تن بلاتنبرغ أفننا بلاتنبرغ لكن إنت ساعات بتبقى محتاج حد يجي نور لك حاجة معانا ويمشي هو مشهول 80 سنة على فكرة هو سنة هي سنة يعمل حاجات نوعا ما نتمنى أنه تكون إضافة أنت بتسعى لأنك تعمل حاجة كويسة هذا لا ينقص ولا يقلل من قدر شيء يعني يعني أنا أسمع الكابتن جاري يقول ده يؤلل وداء وإحنا أحسن إحنا طبعا أحسن كنا أحسن إحنا ما عندناش حد بيروح كأس العالم بقى لنا فاترة ما عندناش حد بيعمل مثلا بطوات أفريكا فينل ممكن عشان كان بيوصل فينل فما ما بيوصل مصريين لكن ما عندناش يعني أنا شايف عندنا كوادر كويسة فيه مدارب فيه حكام كويسين أو في مصر إحنا ممكن بس إحنا هنا عشان تعصب بيخلي الناس تغلط يعني أن الناس متعصبة جدا أو تعصب لناديها فكل واحد بيشوف التاني بيجامل ده لكن بيطلعوا بورا بقى كويسين بس إحنا لازم برض نبص يعني ما نفعش نقول إحنا أحسن الناس في الدنيا وإحنا معناش حد بيوصل في أي حاجة في العالم بقى لنا فترة يعني أو مثلا واحد كامل يمتشف كاس عالم بس في دور 32 مع فوقتين ما حدش عارفهم يبقى هذا كده هو منتهى أملي أعزين مداربين حكام زيما يعني الأسامي اللي كانوا بيتقال ده ما إحنا كان عندنا كذا وعندنا كذا وعندنا كذا وعندنا كذا وعندنا كذا عندنا كذا سيعمل لك حياة كويسة وتستفيد بيها وإبن انت عني بعد كده يعني يمكن الموضوع ده اللي إحنا رجعين له من المشاهد اللي تستدعي إحساس بالروحة وهو رحيل كابتن عصام عبد الفتاح يعني آه أكيد القرس اللي خلفه أو اللي سابه في اتحاد الكرة حياخد وقته طويل جدا عشان يتصلح لأن أنا شايف إن ما كانتش بس أخطاء تحكمية ده كان تدمير لعصب التحكيم المصري وارجوع به خطوات للخلف فيعني نتنهد كده قليلا وإن ناخد نفسنا ونشوف حاجات كتير لأن أنا بشوف إن القصة بس مش تحكيم يمكن المسؤول جزء من نجاحه هو فن إدارة الأزمة ودي كان أكتر حاجة الكابتن عصام عبدالفتاح ما بيعرفش يعملها بشكل واضح وصريح الراجل خرج وقال بشكل مباشر إنه هو كان عنده إصرار إنه هو يحط محمود عشور في مباراة درامت زي ممكن اللي جاء تابعها بعد كده وجاء على خلفيتها وجود كلاة مبرجم اليوم اللي بعده واللي جاء على خلفيتها البيان اللي أعلنوا اتحاد الكرب فيما يخص الشكاوي وده يوضح قد إيه الموضوع كان فيه مشكلة وأزم ولكن كابتن عصام عبدالفتاح عنده تصرحات نشوف إزاي فيها كان بيسبب أكتر مشكلة كبيرة جدا للتحكم المصر نطلع ونشوف كمحمود عشور كان قراره صحيح مية في المية والهدف تسلل ولذلك محمود عشور على مسؤولية الشخصية فقط حكم اليوم حكم مباراة اليوم تاني يا كابتن عصام انت بتقول لي على مسؤوليتك الشخصية فقط الكابتن محمود عشور كان في مباراة طبعا أنا عينته وأنا رئيس كجمة الحكام لأن أنا الرئيس المسؤول أن يجيب له حقه طب هل كان فيه رفض من اتحاد الكرة على تعيين كابتن محمود عشور النهاردة ممكن يكون كان فيه تحفظ من اتحاد الكرة أبدا كلمك بكل مصدقية بقى أنا خارج الكرة بالزبط وأنا أكلمك أنت دائما تتحدث أحياني عن روح القانون وإزاي نتعامل مع القانون وإزاي الحكم يبقى زاكي هل مش كان من الأفضل أنه كابتن محمود عشور حتى لو هو مش مخطئ ومع الأجواء المشحونة دي عشان خطره هو شخصيا يبعد عن الأسبوع ده وما يبقى شفيق كاف ولا حاجة بس بحكم كتير وإنت بتحرك حكم كتير على مضايا الأسابية ليه محمود عشور أو كابتن محمود عشور يبقى موجود النهاردة حتى لو هو ما أخطأش إذا محرك بتقول ويبقى الموضوع شوية فيه يعني إيه إصارة للجدل في الفترة اللي مش محتاجة إصارة للجدل أنهي جد أنهي جد أنهي جد ما أنت حالك متابعة واحد من واحد مظلوم الله هو إحنا نقتل واحد ونشوى صورته ونفتلم عن نزعه الشفافية وفي النهاية نقوله وإيه فوق المنطق بتاعك ده كابتن أقصام ليه كابتن محمود عشور للنهاردة ما كانتش حكم ساحة مش حكم فار للمرة الثانية عادل إن عشور حكم دولي فار وحكم كبير في السحر عادل يا ناسو كنت لسا منجيله فار أنا ليه رجعت في الفار عشان أقول للناس إنه كان صحي في الفار هي دي طريقة التفكير اللي كان بيضار بها التحكيم المصري أنا رجعت فار عشان هو غلط في الفار هو شايفه مغلطش بس في حيات الأمر كده حنقتله وكلام بيتقالع عن النزاهة والشفافية لا أنا اللي خلته يلعب وعلى مسؤوليتي هكذا كان التحدي للنادي الأهلي على مدار الموسم لهجة ولغة ما فيهاش أي حاجة لا علاقة بمصلحة الكرة المصرية ولا التحكيم ولا إن حكم بيتحرق ولا روح بروتوكول ولا أي حاجة الفكرة أنا هعمل اللي في دماغي وأنا هتحدى النادي الأهلي وأنا هنتصر لأي حد على حساب النادي الأهلي وكأن كابتن عصام عبد الفتاح جاء لمهمة واضحة وهي النادي الأهلي لهجة غريبة جدا ده أنت جزء من يعني من صلاحياتك كإداري وجزء من فتنتك كإداري أن أنت تحمي الحكم بتاعك يا أخي حتى لو أنت مقتنع أنه ما غلطش وعندك قناعاتك أنا هفترض أن هي صديقة جزء من مسئولياتك أن أنت تحميه مش في الظرف ده افرد أنت شايفه ما غلطش في اللعبة دي وحطيته فار وأخطأ في المباراة اللي هي بتاعت بيرامدز وارد وارد حتى لو أنت شايفه ما أخطأش في مباراة النادي الأهلي كان هيحصل ليه للأمر كنت أنت بتنهي على مسيرته التحكمية ولكن أنت ما بتفكرش كده ولا هدفك أن أنت تحمي محمود عشور ولا هدفك أن أنت توصل رسالة نقل خالص أنت هدفك أننا اللي بقوله هو الصح النادي الأهلي ما يطلعش فيه ناس في قناة النادي الأهلي ولا في مسئوليه ده بيسأل هي فين حالة الجدل كريم رمزي بيقول له وسط حالة الجدل بقول له هي فين حالة الجدل هو مش شايف حالة الجدل هو شايف صوته هو وبس هو هدفه أنه هو يوصل اللي هو بيقوله وبس هو ده اللي كان شايفه عصام عبد الفتاح كل ما حد من النادي الأهلي أو قناة النادي الأهلي أو أي حد تابع للنادي الأهلي هيطلع يقول رأيه أنا هتحدى الجميع وهعمل اللي أنا عايزه أكتر وأنا بقول لاتحاد الكرة أنتو اللي وصلتو عصام عبد الفتاح يتكلم كده وقول إنه رغم تحفظاتكو عمل اللي هو عايزه أنتو اللي وصلتوه بقراراته إنه هو يحس النفوق اللي اتحقق لأن الراجل لما جاه وعدل على قرارك إنتا كإداري واخد قرار بإنه يكون في خبير تحكيم أجنبي الراجل طلع بعد ما قال إنه ما ينفعش أشتغل تحت كلاتن بيرج وهو مين كلاتن بيرج اللي جايبينه ده طلقت تقول بيان صعب جدا بتذكر فيه إنه هو حيتعاون مع كلاتن بيرج ويحطه خارطة التطوير ده خطأ عبدك إنتا أنتو اللي وصلتوه إنه يتكلم بالأسلوب اللي مستحيل أستوعبه ما يمكن ما كانوش قادرين عليه يعني أنا خلينا اختلف معاك في نقطة إن الكابتن عصام عبد الفتاح لا يجيد فن إدارة الأزمة هو الكابتن عصام عبد الفتاح بيجيد فن آخر وهو فن صناعة الأزمة فهو مش عايزه دير هو عايز يصنع الأزمة للنادي الآلي الكابتن عصام عبد الفتاح تصرحاته جميعها جميعها بتفتقد للمصداقية ده حقيقي وبيقع في تناقضات كتير ده حقيقي ليه بقى بيقع في تناقضات كتير لأنه عنده موقف صعب جدا تجاه النادي الآلي أنا مش قادر أفهم أسبابه يعني هل الكابتن عصام عبد الفتاح مثلا كانواز غير رايح تدريبات أو اختبارات للنادي الآلي وترفض مثلا بشكل أو بآخر فتكون أزمة زي بعض الإعلاميين مثلا إيه أزمة الكابتن عصام عبد الفتاح مع النادي الآلي للخصومة الشرية دي أنا مش عارفها وده مش الموسم ده بس ده كل موسم يعني كان الموسم 14-15 أعتقد الموسم ده آه اللي فاز فيه برضو نادي الزمالك بالدوري أعتقد اللي متخن الزاكرة كان برضو أزمات كتير جدا الكابتن عصام عبد الفتاح كان عنده فن صناعة الأزمة كان يقف عند كلمة تقال فقط لغير من كابتن ساد عبد الحفيز ويطلع في القنوات يعني ماشاء الله الصوت العالي والونا وأنا وهعمل وتحقيقات وتقديم حاجات ويطلع أصوات أخرى يعني مباشرة تلاقي يعني بدأت ترعش وبدأ يخاف وبدأ إيه لا القصة إيه ما كنتش تفهم فلما جينا كمان في الموسم ده نادي الزمالك يقترب من تحقيق بطولة الدوري وكأن بطولة الدوري في بعض الأوقات مرتبطة بوجود رئيس لجنة حكام على طريقة الكابتن عصام عبد الفتاح إلا هنكشف تنقضه قاله هو إيه هو طلع وقال إن بيحمي محمود عشور وجهة نظره في اللقطة دي إنها هدف صحيح مليون في المية ده وجهة نظر الكابتن عصام فتاح طب تعالوا نشوف الكابتن عصام عبد الفتاح وجهة نظر أخرى في أشياء ما اختلفش عليها حكم ما اختلفش عليها خبيل تحكيمي قال إيه وكاتل صالح الحكم ولا كانت ضد مصالح الحكم نشوف الفيديو ده عشان نعرف قد إيه الكابتن عصام فتاح النادي الأهلي بيفقده صوابه يعني أنت ضربة الجزاء بتاعت النهاردة بتاعت الزمالك مبارع 50-50 آه يعني إيه 50-50 يفهموني الناس اللي شوية عندهم اللي هم خبراء فعلا في التحكيم عندنا في التحكيم حاجة اسمها مناطر معينة فيه منقول المنطقة البيضة البلاك ومنقول الوايض فيه الأبيض وفيه الأسوى ما بينهم الأبيض وفيه الأسوى ما بينهم يعني كررات بتبقى واضح بالتحكيم ما بينهم الجري زون المنطقة الرمضية اللي في التحكيم لما يكون فيه قرار صعب قرار مش قادرين محكم عليه بشكل صحيح الصورة مش واضحة بنروح مع القرار لتخذ الحكم حتى لو هذا القرار طب هو مبارع مش كان فيه فار يا كابتن فيه فار طب الفار ما يشوفهاش ما كانش فيه لأصة يقدر الفار يتدخل فيه بلص رجب الخارج هو الحقيقة يمكن إمام عمل تاكلينج قوي جدا عشان يلحقه وأيضا لعب المقاولين برضو حاول يلحق الكرة ويكونها كات على الأرض هو الحقيقة يعني أنا ما بعرفش أجم لأجدك في التحكيم ولما بنقول لنا وعلينا أنا أنا أروح مع شوف الأغلبية جميع المحللين قالوا انظار حتى محللين لجنة الحكام لكن أنا أروح مع الطرف لتعريض سلامة المنافس للخطر إن دينجر ذا تفتق وبينانت دا موجودة في القانون أنا أروح معدي لكن في النهاية أنا وأنت هروح مع رأي الأغلبية هنعمل إيه صحيح يا كابتن الكابتن عصام بقى محمود عشور لأن الحكم اللي كان مدينا داهره في مباراة الزمالك والمقاولين دا كان محمود عشور الكابتن عصام عبد الفتاح اللي ما بياخدش براء خبراء التحكيم لما يطلقوا يخطوا حكامه في الأخطاء اللي كانوا ضد النادل آلي بيقول ما فيش حد خبير تحكيمي ومحدش يعرف في التحكيم قدي وأنا الرئيس وأنا عصام عبد الفتاح وأنا راجل وطني وأنا كمية أنا بتتقال في المكالمة غير طبعية لكن لما ييجي الخطأ التحكيمي أو ييجي الطرف يكون في المعادلة نادي الزمالك الكابتن عصام التون بتاع الصوت بيتغير مبدئيا بيبدأ أنا بحمي حكامي لا لا حكامي مين ده أنا بيع محمود عشور في ثانية اللي أنا بحمي ده وقول إن القرار اللي كان قدام عينيه ده خطأ ده أنا هبيع خبراء التحكيم اللي قاله إنذار وهقول إن دي طارد ولكن ولكن أنا لا أجذب ولا أجمل في التحكيم هذه المقولة أكتر مقولة كذبة فيها الكابتن عصام عبد الفتاح لأن كان ده نوع من أجنوع التجميل لما قال إننا هروح مع أراء خبراء التحكيم اللي هما بيقولوا إنذار لكن مع النادي الأهلي ما بيروحش أبدا لأراء خبراء التحكيم بيروح دايما ضد النادي الأهلي لأن كابتن عصام عبد الفتاح دائما وأبدا كان ضد النادي الأهلي بنقول الكلام ده ليه لأن كان رحيل الكابتن عصام عبد الفتاح هو محاولة لإصلاح منظومة التحكيم المصري وإن ييجي شخص يدير المنظومة دي ما يعرفش ألوان وما يكرهش اللون اللحم هو راحل إمتى ده لسه ده بنقول يا هادي مش كسه بالتوقيت بعد ما قد مهمته بس خلاص بس خلاص يعني فيه أمل في اللي جاي ولكن يعني بمناسبة المفارقة دي الشخص اللي طول الوقت بيتكلم فكرة إن أنا مش عايز أسمع وأنا عندي المعرفة وأنا عندي فعلا لما بيروح لأندي أخرى بتلاقيه دايما يقول إيه جملة واضحة جدا في اختلافهم رحمة يعني أنت متخيل في اختلاف الحكام رحمة رحمة المين قادة في الخيلة رحمة المين لأنديها معينة بس في النادي الأهلي ما فيش رحمة يعني ايه في النادي الأهلي ما فيش رحمة لما تسمع كابتن عصام عبد الفتاح في الفيديو اللي جاي هتعرف أنه هو عنده موقف واضح وصريح أي حد بيقول لعبة فيها مصلحة النادي الأهلي هو ما بيفهمش أو ما بيعرفش أو ما فيش مجال أنه هو يكون صح حد واحد هيبقى هو الصح مين الحد ده اللي قال الكلام اللي على هوا كابتن عصام عبد الفتاح زي ما هتسمعه في الفيديو هل شايف نسبة نجاح منظومة التحكيم في الفترة الماضية توصل لنسبة كم في المية خلينا مثلا نتكلم على حاجة مهمة يا كريم وهجوبك بس دخل في سياق السؤال لعبة الأهلي الهدف في متشفار تمام حوالي أو معظم المحللين قالوا إنه هذا السليم إلا واحد بس اللي هو كابتن سعبر أوف لكن كل المحللين وحللوا الحالة للأسف حتى التحليل غير مبني على الواقعية وبرتوكول الفار ده اللي جنيني الوحيد اللي حلل ببرتوكول الفار هو الكابتن سعبر أوف تسألني تقول إيش معنى أقول لك لأن الوحيد اللي أخذ رخص رخصة محاضر فار الوحيد اللي دخل غرفة الفار الوحيد اللي اشتغل في الفار من كل المحللين ذو ولا واحد معه رخصة فار كمحاضر أتعبنا كابتن وصامة عبد الفتاح هو أتعب نفسه أتعبنا بصراحة يعني استشهد بكابتن ياسر عبد الرقوف ثم يجي كابتن ياسر عبد الرقوف أنا عمري في حياتي ما سمعت حاجة أسمعها روح البروتوكول طبعا لو سألنا في الاحتواء زي ما كلاتن بيرج كده اتسأل في كرة بيرسي تاو وقال أنا نفسه أفهم إزاي حد أقل لكم أن الخطوط تحطت صح ولكن معنا بقى كابتن وصامة عبد الفتاح وكشف كده لما تيجي تسأل كابتن وصامة عبد الفتاح إيه اللي انت قدمته للتحكيم يعني إحنا بنعرض لكم الديتين دول عشان أنتوا تسمعوا كابتن وصامة عبد الفتاح شايف أنه هو قدمي للتحكيم نطلع نشوف الفيديو ونرجع نعقد منظومة التحكيم الفترة المضاية كابتن عصام بصراحة شديدة شايفك هيتنجحة بنسبة كم في المية بس بس أنا عاوز أبعد بعد الرسائل الهمة فأقول لك نجحة ولا مش نجحة تفضل واحد أن أعوز أقول البعض قال لك أن لجنة الحكام تفتقد إلى النزاهة والشفافية كابتن عصام هكرر سؤالي بعد إذنك هل شايف نسبة نجاح منظومة التحكيم في الفترة الماضية توصل لنسبة كم في المية خلينا مثلا نتكلم على حاجة مهمة يا كريم وهجوبك بس دخل في سياق السؤال لعبة الأهلي الهدف في ماتفار هرجع السؤال لتالت مر نسبة نجاح منظومة التحكيم المصري حتى هذه اللعظة لحد ما حررتك مش هي تكون تشايفها نسبة قدية ممكن أنا سأل لك سؤال قبل ما جاوب تمام بس عسأله المرة رمعة اعتبار لي أنا المزعب اتفاضل يا كابتن عصام مرة عن نفسها بقى مزع مرة نسبة نجاح الكرة المصرية قدية نسبة نجاح الكرة المصرية قدية نمسكها منظومة منظومة حنوات كتير لا لا توتل مش عشان احنا ناخد الحلقة كلها بتاعتك وانضيع وقتك اه لا ما انا كنترس تاخد كم من عشر تديع كم من عشر انا بس ألا كنت وانا اتكلم على التحكيم هديك كم من التحكيم لا احنا لسا لا عندنا نواقص في حاجات كتيرة جدا ونفس القصة في التحكيم الفترات اللي فاتت كلها كلها في لجان التحكيم المختلفة مش بتكلم على فترتك بس شفت اي تطوير او نجاح واضح للحكام او موظومة التحكيم في مصر سؤال رائع اتفضل يا فان احنا كم مليون فول 100 مليون خلينا 100 مليون 80 مليون بتكلمه في التحكيم 80 مليون بتكلمه في الكرة بشكل عام انا بكلم على التحكيم التحكيم بذلك لانه فيه حاجات جدلية وفيه 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 ودائما بيدخلوه في كل سرعاته سرعات الاندية ورسائل الاندية ابسط حاجة الحلقة الضعيفة اللي احنا بنضمرها وهنضمرها تمام بيدخلوا التحكيم في كل شيء احنا عاوزين يعني شوية قبل ما نضمر التحكيم عاوزين نبعدوا عن سرعاتنا اتحداك في دقيقتين سمعتهم معنا تكون وصلت الحاجة واحدة كابتن عصام شايف انها عملها في التحكيم اربع مرات لدرجة ان كريم في المرة التالتة قال له على فكرة انا حسألك في المرة الرابعة حسألك السؤال للمرة الرابعة هي مصر كم مليون هي الساعة كام هو مين النهاردة ايه كل الاجابات عبارة عن لما تتسائل في سؤال برا المنهج وتبقى انت فعلا مش لاقي اجابات واضحة انا عملت عشان التحكيم ولكن الاجابة الصريحة والواضحة اللي احنا انت يا كابتن عصام قدمت يالي التحكيم انت مفيش حكم واحد ساحة نقدر نقول في مصر انه مستوى تطور معاك مفيش حكم كان موجود في عشر مباريات لتصفيات كاس العالم في المرحلة الاخيرة من مصر مفيش حكم مصري موجود في اي بطولة كبيرة سواء كاس العالم الاندية او حكم ساحة في كاس العالم القادمة او حكم مصري الناس بتحط وسط حكام النغبة لما تيجي حضرتك تتكلم وانت عارف كويس او يا كابتن عصام ان انت تحكميا لما تيجي تتكلم كرئيس لجنة اي رئيس لجنة في العالم هيقول لنا عندي كم حكم في كاس العالم عندي كم حكم راح بطولات كبيرة عندي كم حكم دلوقتي بقى من حكام النغبة مفيش لانه مرحلتك انت بدل ما تركز في تطوير مستوى التحكيم والحكام ركزت في روح البروتوكول والاحتواء والتبرير وان ان انت تدخل صراع مع النادي الاهلي فقط فهي دي الاجاب اربع مرات مصر كان مليون يا منظومة الكرة نجحة ولا لا هو انت شايف ايه طب انا خدت حلقتك انت خدت حلقتي سيب وانا سيب هي دي القصة اللي انت سمعتوها وانا بشوف ان ده الملخص بتاع تجربة عصام عبدالفتاح كرئيسا لجنة الحكام هو ملخصات كتير الحقيقة بس انا يعني مع اعتذاري لزميلي كريم الاسئلة والاربع اسئلة وتعادوا والاربع اجابات المختلفة اللي مالهاش علاقة بالاسئلة بتفكر دي بمشهد في فيلم اعمل الصح حزلقوم وغسان مطر اللي هو طب هعمل ايه اعمل الصح يا كريم التحكيم نزبته قد ايه اعمل الصح يا كريم وكان فاضل تك لو كريم كان ضغط على الكابتن عصام فتاح اقوله والله انتو ظل مننا جمعنا مش شرير ده نزايا كمال ابو راية ومحمود الجندي مشهد كوميدي بائس من التحكيم المصري او من مشاهد التحكيم المصري هذا الموسم بطل الكابتن عصام عبد الفتاح اللي كان بطل مصطلحات كتير جدا 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 منها مصطلح الاحتواء تعالوا نشوف رده على مصطلح الاحتواء في الفيديو اللي جيدة كان في جزئية لازم كانت بتتقال دايما عليك ان انت رئيس لجنة الاحتواء دي كان معناها ايه؟ الاحتواء الاحتواء اه اللي هي بتاع محمد عادل مدشي لأهل وزمالك ايوة تصدق بمين؟ لا اله الا الله احسن مباراة حكمية تحكيم من في تاريخ لأهل وزمالك كان محمد عادل خمسة ثلاثة عطاقب او حاجة زي كده احسن من ابراهيم نور الدين؟ لا ابراهيم عمل مورا كويسة يعني معظم الحكام المصريين لأمانة عمل مباراة كويسة للأمانة معظم الحكام المصريين اللي حكموا قالوا زمالك في الفتر اللي فاتت عملوا مباراة كويسة لذا هو البنة وامين عمر والحنفي ومحمد فاروق انا مش عاوز انسى حد يعني كلهم عملوا مباراة كويسة للأمانة للأمانة يعني طيب يعني عايز بس تعليق على كلمة الاحتواء اللي انت دايما كابت تقال وانت موجود دي ردك عليها ايه؟ دا الاحتواء اللي دا كان محمد عادل بعد المباراة قالها انا عادل انا لما ردت عليها احنا عندنا محاضرة في القانون اسمها ماتش من جميل ادارة المباراة ايه؟ ازاي الحكم يدير المباراة ازاي الحكم يحتوي لعبين دي موجودة في الناس تدعوا عليها قالوا جاهل وانا محاضر في الفيفا ازاي؟ يعني هم اتهموني بالجاهل واللي عارف في مصر يا مهيد بنمسك كل حاجة البعضينا الراجل يبقى عمل ماتش كويس نجيب له لقطة الفاتصة مش عارف ايه؟ يا راجل يا راجل دا بقولك ايه عاوز نام حرام عليه نام يا كابتن نام حرام عليه هيجي لك نوم يا كابتن الله الحمد لله لاني براعي ربنا براعي ربنا وبخاف ربنا وبخاف ربنا داي هنام نام يا كابتن عصام نام ورتاح وريح نام يا كابتن عصام بس افتكر كلامك كويس قوي عشان لما تتحول لخبير تحكيمي هتقول كلام غير اللي انت بتقوله دا تماماً دفاعك عن التحكيم المصري ظهر فقط لغير وانت رئيس لجنة الحكام ظهر فقط لغير فاخطاء التحكيم المصري ضد النادي الاهلي لكن لو اخطاء ضد انديها اخرى مع ندرتها ان انذار ما تحولش لطرد بتطلع تدين الانديها حقق وبتيجي على حكم بتاعك لكن مع النادي الاهلي دايماً وابداً جاي على النادي الاهلي مصطلح الاحتواء انا قلت دا ثقافة تحكيم مصري المصطلح اللي طلع به الكابتن عصام عبد الفتاح هو المصطلح البديل او الابجريد من مصطلح الوصول بالمباراة لبر الامان ايه الوصول بالمباراة لبر الامان يعني ايه يعني لو طردت لاعب من نادي الفلاني وفيه لاعب تاني يستحق الطرد اوعد تطرده الماتشا يبوز لو النتيجة وصلت في المباراة طرفها النادي الاهلي فايز فيها خمسة حاول تدي ضرب الجزاء للمنافس ولو المنافس طلع منه حد اتهمك واسمعت بودانك انت عايز الماتش يخلص لغاية كام او عايز النتيجة تخلص كام وتشكيك واضح في نزهتك اعمل نفسك من السامع ما تاخدش بالك هو دا الاحتواء هو دا الوصول بالمباراة لبر الامان هي دي ثقافة التحكيم المصري احد اهم مورثات التحكيم المصري فقط لغير الكابتن عصام عبد الفتاح قالت مصطلح الاحتواء اعتقد الصورة واضحة وهنتقابل بعد فترة ممكن الموسم القادم هتلاقي كلام مختلف تماما للكابتن عصام عبد الفتاح لما يكون بستوديو خبير تحكيمي وهيكون هو الخبير التحكيمي الوحيد اللي بيفتم نشوفكم بعد الفتاح ورجعنا لكم ودائما الاهلي خط احمر ولغط كتير جدا وهو اكتر من لغط هي رغبات رغبات للبعض ان ما يشوفش كبير افريقيا وسيد القوم كما يعرف على لسان الاخرين مش على لساننا احنا خالص ما يشاركش بدورة ابطال افريقيا وان كنت اللي افهمو ان النادي الاهلي اللي حمل لواء الدفاع عن الكرة المصرية في افريقيا ولعب 11 نهاية اخر 20 سنة وقت 7 بطولات وكل الناس تمسك بأيديها واسنانها فيه عشان يشارك في دورة ابطال افريقيا طيب ما بالك لو النادي الاهلي عنده حق لغط كتير النادي الاهلي مش هيشارك برامد زي حيعترض اصل المهلة لحد نهاية شهر 7 طب ليه تعلم بدري واذ فجأة ناس كتير جدا من اللي كانوا بيتكلموا عن العدالة في مباريات الدور الاول والتاني وليه الاهلي يلعب مباريات الدور الاول قبل الدور التاني واصل حتى لو عنده تأجيلات اصل صفقات الدور الاول كل اللي فضلوا يبنوه على مدار فترات اصبح واه النادي الاهلي كشفوا وعرة انه مش حقيقة كشفوا ازاي اه كشفوا لان لما كان في اللحظة اللي عندك معيار كلنا متفقين عليه وهي الفترة اللي كل الفرق لعبت فيها نفس المتنافسين نفس عدد المباريات كل الناس عملت نفسها مش شايفة ده وبدأت تدور على معايير كلها مكحفة فيها فرق تلعبت أقل من فرق وفرق تلعبت أكتر من فرق فيها فرق لعبت فرق وفرق ما لعبتش فرق بس ما عندناش مشكلة المعيار ده هيبعد النادي الاهلي عن افريقيا احنا مع الله عدالة احنا مع الله منطق احنا مع اي حاجة تخلينا نبعد النادي الاهلي زي ما ابعدنا بخطاب عن ان هو يبقى بطل أفريقيا وكبرها نسمع واحد من ضمن ناس كتير جدا كانوا يتحدثوا بمنطق ما فيهوش منطق وهو كابتن متحد شرب فهو يقدر التحدي الكلام ده نجابه من جوة التحدي الفريق دي افكار ده مش رأيي انا ده هم بيدرسوا ده انا مليش رأي خالص انا بعرض وقلت ان كان خطأ ان ما بقاش فيه معيار لكن ده الدراسة اللي بيعمل التحدي الفريق الوقت ان هو بيشوف هل ممكن هو يستنى الواحد وثلاثين اغسطس او ثلاثين اغسطس اللي هو نهاية الدوري المصري ويشوف مين الاول والثاني تفضل دوري ابطال من الثلاثة الرابعة تفضلكم خلاص شكرا شكرا وكل واحد خلاص عارف سكته ده احتمال يحدث احتمال بيفكروا فيه ان يقول لك خلاص احنا هنشتغل بالسنة اللي فات لان انتوا اخطأتوا اول وثاني هيبقى اهلي او زمالك واهلي لان زمالك كان هو الاول زمالك واهلي ثم بيرامز والمصري الثالث والرابع ايضا بيفكروا في هذا الامر ماذا سيحدث الله واعلم لكن ده اللي موجود داخل اروخة التحدي الفريقي اللي انا قلته ده واللي احنا قلناه قبل كده ان لابد يبقى فيه معيار واضح واضح لما الدوري يتأخر عن موعد ارسال اسماء الاندية المشاركة هنعمل واحنا عارفين من الاول الدوري بتاعنا بيمتد لغاية نهاية اغلالك عارفين القصة دي كلها وعارفين التحدي الفريقي بيبعد كل ده احنا عارفينه بس الموضوع محتاج دراسة حقيقية نعمل شغلنا من كل الاتجاهات ما نسيبش حاجة ما نسيبش حاجة للظروف اطلاقا اطلاقا تمام تمام طيب طبعا لقوا فيكم سرا ان بيراميس باتصالاته شارح لمسؤول الكاف كل ما يتعلق بهذا الامر كله عشان كده الكاف حاب يرمي الكرة في ملعب اتحاده الكوري قوله قولي 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 هذا هو الامر كابتن متحط بيتكلم عن ان كل الناس تعمل شغلها وكل الناس تدور وان لازم يبقى فيه معيار والمعيار موجود انت يا كابتن متحط الوحيد اللي ما عملت الشغلك في القصة دي ان انت لو عملت شغلك هتبقى عارف كويس جدا ان المعيار موجود وانت نفسك عارفه هتبقى عارف ان المنطق بيقول حاجة واحدة بس كل الفرق هتبقى متكافأة فيه هتبقى عارف ان المنطق اللي فيه ناس قالت في الكاف وكاف بيفكر الكاف لا فكر في حاجة ولا دخل في حاجة احد الاطراف واحنا الناس كلها عارفة ايه اللي بيحصل كان فيه محاولات للضغط او اقحام الكاف في القصة وده ما حصلش الكاف فجأة لقى كرة لهب انت بترميع عنده وعايز تقحمه في ازمة وبرمز بتتصل وشرح للناس للكاف في النهاية الكاف بيرجع للاتحاد الى وايحك ايه المعلن تمام انا موافق شكر واللي حصل هو المنطق والعدل اللي انا مستغرب ان كل الاعلان ما تكلمش فيه ان يقول كل الناس عندها حاجة منطقية ومعيار عادل على كل الاطراف وكل الناس تسيبه ونبدأ كلنا ندور حوالي النفسين طب ليه عايزين تعرفوا ليه لما تشوفوا اللي جاي هتفهموا كويس او كان ليه خلينا نكون متفققين على حاجة ان الكابتن متحد شلبي لم يكن لوحده ده اولا لكن الاهم ان الكابتن متحد شلبي نفسه كان المفترض هو الوحيد اللي ما يسألش ليه المعايير مش واضح خلينا نعرفكم المعايير اللي هي كانت من وجهة نظري هي في صف النادي الاهلي في صف النادي الاهلي الا وهي ان التحاد الافريقي لقرة القدم دائما وابدا بيقولك لو المسابقة مستمرة وانت مش عايز ترشح حدك التحاد مصري او عندك مشكلة في الترشيح فانا بالنسبة لي الامر محسوم اخر بطولة رسمية منتهية اذا الامر كان واضح اخر بطولة رسمية منتهية بتقول ان النادي الاهلي مشارك في دوري ابطال افريقي خلصة تتقص طيب هل الكاف يقدر يتدخل في اختيارات الاتحاد الاهلي او الاتحاد المصري او اي اتحاد داخلي لا هو الاتحاد هو اللي بيختار وفقا للمعايير طيب الكابتن متحد بيقول هي فين المعايير وبيسأل الاسئلة دي في شهر 6 هنقوله يا كابتن متحد يعني المعايير دي كانت عندك في شهر ابريل عندك انت تحديدا في مداخلة تليفونية مع رئيس رابطة الاندية النائب احمد دياب فتعالى نذكرك بيها عشان تسمعها عشان تبقى تاخد بالك بعد كده وانت بتسأل عن المعايير تشوف حد من المسؤولين عن هذه المعايير تواصل معاك على الهواء مباشرة ولا لا نطلع ونشوف الفيديو طيب احمد بي دلوقتي 30 يونيو انتو هتبعث وخلاص دلوقتي انتو اللي هتبعث وبقى رابطة الاندية اللي هتبعث هتحددوا الاربعة ازاي بصا كنت احنا في لاحة المسابقة مطبقين كل لوايح الكاف والفيفا وشارطنا كشارط اساسي في اللايحة عندنا جائد ان احنا حطين البندت انه بنهاية الدور الاول ان احنا كنا عارفين ان ده هيحصل ان الموسم احنا جينا وانتخبنا وجينا متأخر فبالتالي الموسم معروف ان هيتحدد 36 الاندية المشاركة نعم فبالتالي كنا حطين بندن بنهاية الدور الاول هيتحدد الاول اربع مراكز تمقى لترتيب الجدول ان في نهاية الدور الاول طبعا يعني خلي بالك احنا دلوقتي احنا في الاسبوع الستاشر يعني على الاسبوع الجاية هتحدد مين الاربعة هيشاركو في افريقيا ان هو حاجة 36 مش هتكون لحاجة لكن هي معارضة الفيصل ايه بل احنا المبدأ المحطوصة ان هو لو وصل المعدة وما كناش مهينة الموسم وده الطبيعي انه كان متوقع نعم هناخد لحد نتائج الدور الاول وهنطبق كل لوائح الكافة اللي هي فيها بقى القدورة وفيها كل حاجة طبعا بالطبيعة ان حاجة لازم تاخد نقطة محددة بما يعني انه نهاية ساوية فيها كل الاندية كل الاندية كلها اخدت نفس الفير بلي يعني اخدت نفس الفرصة اه تقصد عدد المباريات يعني طبعا طبعا اه طب انت ضامن ده يا احمد بيعني النهاردة انت ما تبص في الجدول هتلاقي مثلا ان الاهلي لعب اقل من الزبالك بتلت مباريات ربما الخامس لعب اقل من الرابع بمباراتين او حاجة زي كده هتقفل كل اول كله طبعا طبعا عشان كده حطينا المؤجلات انتده احنا حطينا المؤجلات في الجدول اللي احنا علناها لحد تلاتين ستة اه حطينا فيه كل المؤجلات كويس جدا يعني ان شاء الله كلام حضرتك بيعني ان احنا قبل تلاتين ستة ستتساوى كل الفرق في عدد الدور الاول في عدد مبارياتها اه ستبقى العدد المباريات من التساوية وعدد مباريات الدور الاول وهي دي اللي نبعت عليها اللي هي سبعتاشر مباراة لكل فريق يا كابتن متحد ده انتعدت معاه المكلمة كلمة كلمة في نهاية الدور الاول وبدأت تستفسر طب ما عندي الاهلي لعب قلم الزمالك تلات مباريات والمركز الخام قال هنتم الدور الاول قبل تلاتين ستة والاهلي دفع ضريب الده هتقولي ازاي دفع ضريب الده هقولك ان النادي الاهلي لعب مباراة استرين كومباني بدون لعبته الدولية يوم 15 ستة عشان دي مباراة مؤجلة فكان لازم تتلعب الاهلي دفع ده بانه اتضغط وانه اتحرم من لعيبة دولية عشان مباراة والدية فريق زي بيرامد في البطولة العربية ما اتحرمش من لعبته الدوليين اللي مفترض كانوا يشاركوا في البطولة العربية ويشاركوا معاه في الدور التمهيدي دور الاربعة وستين لكن لان النادي الاهلي نادرا لما بيشارك في دور الاربعة وستين ما بيتعرضش المواقف دي لكن بيتعرض المواقف دي لما بيصل لنهاية افريقيا فبيتعنده كم من المؤجلات عشان نطبق البند العادل ده من قبل ما نصل لنهاية الدور الاول النادي الاهلي لعب استرين كومباني بدون لعبته الدوليين الكابتن متحت قال واقر مع نائب احمد دياب يوم 28 ابريل اللي نساه في شهر ستة ده مش كده وبس النايب احمد دياب اتكلم في اكتر من وسيلة اتكلم من 29 ابريل مع ابراهيم فايق زميل ابراهيم فايق ايضا في نفس القصة واعلن نفس المعيار اللي يتم اتخاذ اول وثاني وثالث ورابع ووقتها ووقتها النادي الاهلي كان تاني ما كانش فيه بعيد كان المباراة الموجلة يتخليه اول كمان فما كانش فيه قصة فالمفترض ان انت لما تيجي تلعب مباراة الجونة تكون انهية مباراة الدور الاول اللي تلعبت خمس سبعة او ستة سبعة فهنا بدأ الترتيب من بعد مباراة الجونة انا كنادي اهلي لما كنا عارف يوم 28 ابريل انا كنادي في يوتشار لما كنا عارف من يوم 28 ابريل ان خلاص هيتاخذ على المسابقات دي اللي هيشاركوا في فراكيا مباراة الدور الاول انا طبيعا جدا هيتطلع مدرب زي علي ماهر بعد مباراة الاهلي قال لك انا حققت التارجد بندنسبالي من المسم ده حققت الكاس الرابطة وكنت محقق مركز رابع فما عنديش دوافع عند اللاعبين ان انا ألعب لو انا جيت غيرت المعيار ده بعد ما يا فريق وصل للمركز الرابع يبقى انا بظلم الفريق ده يبقى انا بظلم الفريق ده فبالتالي المعيار لما كان واضح ومعروف بسناك كابتن ميت هتشلبي مش عارفه وبعض الاعلاميين لا بنعرف فرقه ده رقم واحد رقم اتنين ان الكلام ده حصل السنة اللي فاتت وما حصلتش الازمة الكبيرة دي ولا هو عشان نادي قالي تحدث هذه الازمة السنة اللي فاتت كان فريق سموحة ويعاني نفس المعاناة هناخد الاربع فرق دول عند التاريخ ده فريق سموحة ختم الدوري ان هو رابع وما اتخدش ما لعبش في كنفدر الله لعب المصري ما كانه في كنفدر الله ما حصلتش الازمة دي على الاطلاق مش بس مدخلات النائب احمد دياب لا ده كمان كان فيه قرار رسمي طالع من اتحاد الكرة بتاريخ 29 يونيو تاريخ وبيان رسمي قرار رسمي والناس لسه بتتساءل هو الاه لا يشارك ولا مش هيشارك ده طبعا قرارات اتحاد كرة القدم عقد الاتحاد لمصري لكرة القدم برئاسة الاساس جمال علام اجتماعا اليوم وضحين لك القرار المتعلق بالمشاركة في البطولات الافريقية الا وهو الموافقة على اعتبار نتائج الدور الاول لبطولة الدوري لهذا الموسم هو معيار اختيار الاندية المشاركة بالبطولات الافريقية وسيتم الاعلام بعد نهاية جميع مبارات الدور الاول يوم 6 سبعة الفين اتنين وعشرين اذا الصورة كانت واضحة ولكن البعض حاول ان هو يقحم اسم النادي الالي على طريقة لازم دايما وابدا طول ما النادي الاهلي بيشارك وبينافس على البطولات نصدر له ازمات تخلي فيه محاولة لتشتيت الافكار حول البطولة الوحدة لا ده انا هشدك من هنا واشد من هنا وازوق خبر من هنا واندية تانية هتعمل معايا مشكلة من هنا ولو تكرروا كان ما كان النادي النادي اخر هتلاقي الاندية دي بتسقط كلام خلاص اعتدناها ولكن احنا هنا بالرد عشان توضيح الصورة فقط لغير وده بالفعل اللي صدر من الكاف والمضحك ان كابتن متحد شلبي كان بيقول لك ايه كان بيقول لك الناس ما عملتش شغلها واعتقد كان واضح جدا ان كل الناس هي اللي عملت شغلها باستثناء كابتن متحد شلبي لان الكاف قال تلقى اتحاد الكرة خطابة رسمية من اتحاد افريقي يختروا فيه باعتماده قرارات اتحاد الكرة والخاصة بمشاركة نادي اي الزمالك والالي في دوري ابطال افريقيا والتأكيد ان قرار ترتيب فرق الدوري في حالة عدم انتهاء شأن داخلي للاتحاد الكرة كما تضمن الخطاب مشاركة الزمالك والالي في دوري ابطال افريقيا ومشاركة برامد زوفيوتشر في بطولة الكنفدرالية واحنا نتمنى يعني برامد زحق الكنفدرالية الاول ويبقى عنده تطلعات مشروعة بعد كده انه هي يبلي بلاء حسنا في دوري ابطال لا احنا بنتمنى ان الاندية المصرية كلها الاول تبدأ تدخل تصنيف وتلعب من دور ال32 وما تبدأش من دور التمهيدي او دور ال64 لان ده من وجهة نظري يعني لا يليك بتاريخ الاندية المصرية وبالتالي الاندية المصرية محتاجة انها تشارك دائما في دور ال32 وبما اننا بنتكلم في دور ال32 فالاهلي على موعد مع الفائز من مواجهة دور ال64 فريق الجيش الرواندي والتحاد المنستير طبعا نتمنى النادي الاهلي التوفير مواجهة صعبة مبكرة انا اسامة يعني انا شايف ان يعني متشوح يبقى فيه كلام الاتحاد المنستيري كان بينافس على الدوري لاخر وقت لسه لما يعبر الاتحاد المنستير لان الموضوع لسه مش محسوم ما فيش حد في دور ال64 بيبقى ضامن بشكل كبير ان هو يعدي يعني هنشوف هنقابل مين لكن في النهاية النادي الاهلي وصل ان هو يلعب مع كبار القرى الخمسة الكبار او الستة الكبار ممكن نقول اسماءهم الاهلي والوداد والرضاء وصان داونز وما زنبي وده اللي موجودين لا الترجل ده الستة الكبار في افريقيا اللي يعني مش هيشاركوا من دور ال64 لما تيجي تكلم عن الوداد والرضاء في المغرب فبالتأكيد انت محتاج ان عنديها المصرية تشد حيلها معنا في البساطة الافريقية عشان يكون فيه اكثر من نادي جنب الاهلي ما يشاركش في دور ال64 نشوفكم بعد فقط ورجعنا لكم والاهلي خطة احمر ولان الاهلي خطة احمر كان نفسي الاهلي يكون خطة احمر في عيون كتير جدا من ابنائهم يمكن الفترة الاخيرة كابتن سامير كامونة جمهور النادي الاهلي اللي بشوفه بعتبر دايما ان انت اللي بتختار علاقتك بجمهور النادي الاهلي وانت اللي بتختار رصيدك وانت اللي بتختار تقدم نفسك لهم ازاي كل حد جمهور النادي الاهلي يبقى عنده موقف حتلاقيه بقى رحل شعارات زي اللجان اصل الناس بتضغط اصل بيحربوني طالما رحت للحتة دي يبقى صدقني انت بعدت جدا عن جمهور النادي الاهلي لان جمهور النادي الاهلي بيعرف يفرز كويس قوي يفرز اللي في وقت وجود مسماني كان ازاي بيضرب فيه وكان ازاي بيستهدفه وكان ازاي بيقول فريرا جاي يدرب النادي الاهلي ومسماني موجود كان بيشوف التطاول والتنمر على مسماني وهو موجود كان بيشوف مواقف كتير جدا فيها غياب المنطق والعدل وفيها تربص بالنادي الاهلي فكتير جدا من جمهور النادي الاهلي بيعرف يفرز لا مش كتير كل جمهور النادي الاهلي بيعرف يفرز ده فلو انت رحت لفكرة لجان انت بتجني اللي انت حصدته مفيش لجان ومحدش يقدر يوجه الجمهور اللي بالملايين انما انت بتستشعر غضب جمهور النادي الاهلي واعتقد النادي الاهلي كتير جدا من ابنائه ما يستحقوش أو هو اللي ما استحقش منهم كده لأنه هم النادي الأهلي كتير جدا حاول يحافظ عليهم بس هم مش عايزين يحافظوا على نفسهم كابتن سامير كامونة فموقف من المواقف العابرة يعني اللي بقت كتير جدا كان ليه كلام عن كابتن سادة عبدالحفيز نشوف الفيديو ونرجع نعقد أنا بقول خبر هو ده قانوني عند مدير كورة أو مدير فني يخش للحكام يعني أكد الخبر وعقب عليه كابتن سادة عبدالحفيز مدير الكورة بالنادي الأهلي دخل غرفة الحكام وطلع على قرار الحكم محمد عادل بإلغاء هدف الناني الأهلي أمام المقاولون العرب وتأكد أن رامي ربيعة كان متداخلا في الهدف وأن قرار إلغاء هدف الناني الأهلي أمام المقاولون العرب النهاردة قرار صحيح وخرج كابتن سادة عبدالحفيز من غرفة الحكام تفضلك كابتن سامير هو ده قانوني أن أنا كراجل مدير كورة أنا مش بتاعتي قانوني مش قانوني أنا بقول لك خبر بقول لك خبر من الكواليس تمام أنا ينفع أن أنا راجل مدير كورة المباراة تخلص أخش للحكام وقول لهم فرجوني أنا رد عليك كامونة كل شيء في الكورة المصرية مباحة أنا برد على كامونة هناك فرق بين الاستباحة أي شيء واللي بيقوله كابتن سامير هل هو قانوني ولا اتفضل لك خبر سامير هو مش قانوني طبعا ما ينفعش إحنا شفتها عمرك شفتها طب نحاول نتأكد من قانونية دخول الكابتن سيد عبدالحفيز لماتش خلص طب هي لو هي جون طب لو هي جون طب لو هي جون حكم يرجع في قراره نعم لو هي جون الحكم يرجع في قراره لماتش خلص لماتش هيتعد ماشي أول راجل عايز أوصل لك حاجة ما تخلص اتفضل لا اتفضل حوصل لك على حاجة مهمة جدا عمري في حياتي ما شفت ومدير كورة يخش بعد المباراة يشوف فيديو الكورة جون ولا مش جون أو كورة ضرب الجزاء طب ما شفش ضربة الجزاء ليه ما ضرب الجزاء فاول على حسام حسن خلاني نتكلم بصراحة تعرف ان انا حقاني ما بعرفش جام الكورة أوف سايت وقلت للكابتن توفيق هو داخل قبل ما سيد يقول عبد حفيز انا قلت الكورة أوف سايت انه رامي متداخل مش عايزيني جام النادي الاهلي هيش حتفوز هيش حتفوز انه هو يعني يا ضرب الجزاء يا اما فاول افصايت يا جون افصايت ما فيش كلام ده بص يا كابتن سمير يعني فكرة النادي الاهلي هيش حتفوز اعتقد النادي الاهلي لو كان خد حقوقه وكنت انتوا قاعدين في الاستوديوهات بتعمله زي ما بيعمل كابتن ايمان يونس وكابتن حازم وكابتن محمد ابو العيلة وكتير جدا من كابتن الزمالك وعفكرة انا هنا ما بهجمهمش كانوا بيعملوا زي او انتوا كنتوا بتعملوا زي اللي هم بيعملوه كان النادي الاهلي بقى فاضح مختلف تمام لو كنت بتقف في مباراة المأولين ومباراة فاركو غيرها كتير جدا من المباراة ومباراة سموحة مش عايزين نقف في مباراة معينة كتير جدا على مر الموسم لو كنتوا بتقفوا وكأولاد للنادي الاهلي وعلى فكرة كتير جدا منهم مش بره بس نادي الزمالك لا ده على خلاف في نادي الزمالك عشان بس فكرة اصلحنا النادي الاهلي وكنا عايزين مرة نروح وكنا عايزين نعمل وقالولنا ملكوش مكان الناس دي على خلاف مع ناس في نادي الزمالك بس طالما يتعلق الأمور بحق نادي الزمالك بيقفوا انما انت على العكس تماما انت قاعد تدور النادي الاهلي عايز الجامل عايز يشحى تفوز عايز ياخد حقه مش من حقه وعملت فيلم الكابتن ساد عبدالحفيز طلعته فيه دخل وانت حاجة ما عندكش اي شاد عليها وعمري ما شفت كده انما عمرك ما حتطلع تقول اصل الفيرير اخد انظارات في المباريات اصل حصل كذا من نادي الزمالك او اي نادي انت قصتك بقت النادي الاهلي انت بتروح عشان تشوف ايه ممكن النهاردة هاجم فيه النادي الاهلي اي حاجة اي حاجة وغير كده ما شفش اي حاجة تخص النادي الاهلي حتى الاهلي وقف عز قوته كنت بتحاول باي شكل تضرف فيه وتقلل من مديره الفني وتزخر منه هادي بقت قصتك وترجع تقول لجان وناس بتهاجمني تعال بقى وريك مشهد لكابتن سيد بعيدا عن اللقطة اللي انت بتقولها لما بتتكلم عمري شفت حد بيعمل كده كابتن سيد اخترعوله بند او مادة في القانون اسمها اللي بصله كابتن سيد ياخد انظار كابتن سيد بصلك ادي له انظار على طول الراجل نفسه مش فاهم واجماعة كابتن سيد عبدالحافيز مش قليل كابتن سيد عبدالحافيز مش قليل وهو مش فيه قانون بس في نفس الوقت الراجل معدي على الجانب الاخر كابتن حسام حسن في نفس المباراة في نفس المباراة كل حاجة ممكنة عملت على الخط كل حاجة ممكنة عملت على الخط لدرجة ان الجهاز الفني بتاع النادي المصري كان هو اللي بيحجز على كابتن حسام وما أخدش إنذار ده كابتن سيد وصل لكده ليه نتيجة كابتن سامير كامونة وغيره من التحريض على كابتن سيد وتوصيل صورة أنه هو بيعمل اللي هو عايزه فخلاص بتساعده الحكام عندما ما حدش بيطلع يقول كابتن سيد ليه أخد إنذار في مشهد زي ده ليه ما طلعتش تكلمت ولا حتتكلم وفي الآخر أنا ابن من أبناء النادي الأهلي هو كابتن سيد خد إنذار تقريبا لأن قال في وقت من الأوقات أن محمود البناء الحكم كل مباراة بيدرها محمود البناء للنادي الأهلي يدي إنذار لكابتن سيد أو يطرد كابتن سيد ودي تقريبا كانت توصية من وصايا عصام عبد الفتاح السابعة لكن الحقيقة أنا ما عنديش مشكلة لما أحد أبناء النادي الأهلي يطلع ينتقد النادي الأهلي في الحق ويبقى معاه وجهة نظر ومنطق طلع الكابتن سامير كامونة قالك لو هي مشراك للجزاء حسام حسن دي فاول على حسام حسن خبراء التحكيم قالوا عكس كلامك يا كابتن سامير فواضح جدا أن عندكم في الستوديو أزمة كبيرة جدا في قواعد اللعبة لأن الحقيقة أنا موقفي من البرنامج ده واضح ده شو بيتعامل ده شو بيتعامل اللي غرق فيه استياد أخطاء للنادي الأهلي والدليل أن الكابتن سامير كامونة أخذ أو تجرع من كأس الشو في أهانة من زميل الملعب ليه الكابتن رضا عبد العال ثم انفعل وقال احنا ما ينفعش يتم إطلاق علينا مصطلح أخبية والكلام ده والتجاوز وتطاول وكملنا الحلقة عادي كنوع من أنواع احنا نعمل أي حاجة جيب مشاهدات طب ايه أكتر حاجة ممكن تجيب مشاهدات هي استفزاز جمهير النادي الأهلي من خلال التجاوز أو الدعاء على النادي الأهلي ده اللي بيعمله البرنامج ده وده اللي بيعمله سامير كامونة وزملائه وبيلعب كابتن محمودة بودها بدور لا يا جماعة ما ده بيحصل في كل حتة في العالم والاقتحم كابتن سايد لاقتحم والأمانة الموزيع تاني يوم قال الكابتن سايد لم يقتحم ولو أنت بتسأل الكابتن سايد بيسأل على الجول هدف ولا لا لأنه أكيد الكابتن سايد لما بيطلع يتكلم في التحكيم عاوز يتكلم في حاجة ضمنها مية في الماء فأنا لما أشوف القرى وأتأكد إزاي تم احتسابها هي تسلل ولا هدف فلما أطلع بعد كده يتعامل معاه لقاء وأنا متأكد يقينا أن القرى دي هدف لصالح الأهلي هتكلم بيقوّر طب لو القرى دي مش هدف أكيد مش هتكلم عنها لأننا مش بطالع هنا أعلق شمعات على التحكيم أنا طالع أخذ حقي فقط من التحكيم لكن الكابتن سامير كامونة ومشكلة التحكيم في هذا الستوديو ما كانتش فقط لغير متعلقة بمبارات الأهلي والمأولين لا ده كانت كمان متعلقة بمبارات الأهلي والمصري تعالوا نسمع تصريح الكابتن سامير كامونة ونرجع نعقب أنا أنت عارف أننا نتكلم على العداية لو كل أحد ياخد حقه سواء مصري أهلي زمالك كل الفرق كل أحد ياخد حقه لكننا بتتكلم كمان نادي المصري الكرة بتاعت اسمه إيه الفرد أسطن أموتو أنا بتهيألي بتهيألي فيها شك أنها ممكن تكون دار بالجزاء لكن بنحاول جيب خبير التحكيم أه يعني هو أنا شايف أن عالي لطفي أعمل مطش هاي لكن الكرة دي بالذات تحديدا أنه هو أخذ رجبته وجاد في رجل أسطن أموتو ممكن يكون الدالة وتحت الفرصة لجرندو اللي هو ضيع الكرة وشاطة من فرع بتهيألي لكن أنا لو رجعت الكرة أكتر مرة عملت عليها دايرة الرجل علي لطفي ممكن تكون ويقدر رجل أسطن أموتو وفيها شك أنها ممكن تبقى دار بالجزاء هو أمر محزن جدا أن يكون أحد أبناء النادي الآلي بيتجنى عن النادي الآلي في أخطاء تحكيمية ده أمر محزن جدا لكن الأكثر حزنا أن أحد أبناء النادي الآلي يقوم مش فاهم خانون اللعبة يعني أوه بجد بيقول لك ما رضيش يحسبها رقل الجزاء عشان كان بيمنح الفرصة لجرندو ده الواحد هو يلعب في قطاع الناشئين في قطاع الناشئين كان دايما بيسمع فكرة رقلة الجزاء ما تمنحش فيها الفرصة احسب رقلة الجزاء طب ده وما فيش فار طب بعد الفار لما يكون فيه فار فيش حاجة اسمها أنا همنح فرصة لرقل الجزاء طب منحتي الفرصة وجرندو طلع قرة برة مش المفترض أرجع أراجع الفر فده أمر محزن والله ومؤسف أن الناس اللي بتتكلم عن قرة القدم تفتقد لأبجديات الحديث في قرة القدم الأمر المحزن أكتر أن الكابتن رضع البلتاجي وهو خبير تحكيمي دخل في نفس الستوديو وقال لهم أن القرة دي ما فيهاش رقل الجزاء الكابتن سامير عثمان في استوديوهات قون قال أن طالما علي لطفي وصل للقرة قبل الاستضام فخلاص القرة ما فيهاش رقل الجزاء لكن هي القصة إيه هي قصة الشو اللي هنتصيد فيه أخطائنا الأهلي الأخطاء التحكمية اللي هنلصقها بالنادي الأهلي زي كابتن رضع عبدالعال في نفس الستوديو بقولك هو الحكم اللي ورّت الفر أنه رفع الراية عشان كان المفترض يرفع الراية لأنه ما رفعش الراية يا جماعة وأنتوا بجد ما عدتوش على قرون كرة القدم ما حدش عد ما بتتفرجوش على رأي خبير تحكيم حتى تلقوتوا منه أي كلمتين يا كابتن رضا يا كابتن سمير أرجوكم حاولوا حاولوا قبل ما تتكلموا في تحكيم كرة القدم افهموا قوانين كرة القدم ما هو مش كل لعب لعب كرة في دماغه بقيت قوانين اللعبة في دماغه أنا ده أمر بالنسبة لي والله مؤسف جدا اللي أنا بتكلم فيه لكن مش هيكون أشد أسفا من إن أبناء النادي الأهلي أو من ارتدوا أنا مش عايز أطلق أبناء النادي الأهلي لأن مصطلح ابن النادي الأهلي ده لا يطلق كده على أي حد لبس تشيرت النادي الأهلي مع كامل احترامل أي حد عارق في تشيرت النادي الأهلي هو في النهاية صنع تاريخ لنفسه واسمه كبر باسم النادي الأهلي وتواجده حاليا في الاستوديوات بسبب إنه ارتدى تشيرت النادي الأهلي وللأمانة أو تشيرت النادي الزمالة هو ده اللي بيصنع لك بعد ما تبطى القرى ولكن أن أنت تطلع تقح في حق النادي الأهلي وتتجاوز في حق النادي الأهلي ده أمر صعب جدا ومش بس الكابتن سامير كامونة ده رسالة لكل الناس اللي هم كل اللي ارتدوا تشيرتي النادي الأهلي كل اللي بيأطلقوا على نفسهم أنا الابن الشرعي للنادي الأهلي هو في الحقيقة مش ابن شرعي على الإطلاق للنادي الأهلي هو في الحقيقة من وجهة نظري هو ابن ضاد مش ابن شرعي لأن كل مرة بنقول أننا مش هنجيب أراء أو أننا هنكلم عن كبات للنادي الأهلي وارتدوا شارة النادي الأهلي ولكن في بعض الكابتن مصررين أنهم يخلونا نشكك في مبدأ منح الكابتنة بالأقدمية لكن هنا أنا بخاطب جمهير النادي الأهلي الكابتنة مش شارة ومش كل واحد ارتدى شارة الكابتن كان هو جدير أنه هو يكون كابتن للنادي الأهلي أو ابن من أبناء النادي الأهلي ابن النادي الأهلي هو اللي يحافظ على حقوق النادي الأهلي ابن النادي الأهلي مايرتديش تشارة النادي منافس في استوديوهات تحليلية ويطلع يهاجم رؤساء في النادي القالي مش النهار ده بس ومش الكابتن الخطيب بس لا ده من ايام كابتن حسن حمدي كل الكلام اللي كان بيتقال كان كلام كله كذب وتضليل والدعاء مالوش اي دليل بدليل انك اكتر من مرة قلنا اللي معاه ورق يدين مجلس ادارة النادي القالي يروح يتقدم بين النائب العام لكن يبدأ التجاوز والتطاول ويكون الكابتن محمود الخطيب هو احد اسباب صناعة الفتنة وهو المعتد عليه ده تضليل واضح واللي بيقول عن نفسه ابن شرع للنادي القالي انا اسف حضرتك ابن ضال ده كل اللي عندي ما يخص ابناء النادي القالي نتمنى تكون الصورة الزهنية عن شرط الكابتنة عند جمهور النادي القالي تبقى فاهمة ان في ناس كثيرة جدا كانوا قادة بدون شارع ومش كل من ارتدى شارط النادي القالي كان يستحق ان يكون كابتن للنادي القالي وصلنا لنهاية حلقاتنا نشوفكم على خير والقالي دائما منتصرا الاني حوك الجميع